غير المناخ كوبتون تي سيفن هذا الحدث العالمي الضخم هذا الحدث العالمي المبهر لكل العالم منذ بدايته وحتى الآن كل أجهزة الدولة كانت تعمل كخلية نحل من أجل أن يظهر هذا المؤتمر بهذا الشكل المشرف أمام العالم بأسره وحتى الآن استطعنا بالفعل هنا في مصر ومن مدينة السلام المدينة الخضراء مدينة شرم الشيخ أن نقدم خلال كل الجلسات الخاصة بهذا المؤتمر الكثير من الموضوعات الثرية والتي تتناول كل ما يتعلق بالقضايا الخاصة بمكافحة التغيرات المناخية والأثار السلبية للتغيرات المناخية التي تهدد البشرية بالكامل وذلك في محاولة للوصول إلى قرارات تنفذ على أرض الواقع من خلال هذا المؤتمر في نسخة السابعة والعشرين كوبتون تي سيفن والذي يحمل عنوان معا للتنفيذ مشاركة دولية واسعة النطاق وهذه المشاركة الدولية تعكس مدى أهمية الموضوعات التي يبرزها هذا المؤتمر كوبتون تي سيفن يشرفنا على شاشة التلفزيون المصري أن يكون معنا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير تشابا كروتشي سعادة السفير تشابا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في البداية أتوجه لك بكل الترحيب لحضور مؤتمر المناخ هنا في شرم الشيخ من دوعي فقرنا وسعادتنا أن تكون معنا في هذه القمة شكرا جزيلا لاستضافة سعادة السفير في البداية أود أن أسألك بشأن موضوع هذه القمة ذات الأهمية الكبيرة معا من أجل التنفيذ كيف يمكن تحويل وتغيير كافة القرارات المتعلقة بالبناخ إلى خطط وقعية إلى إجراءات عملية وفرص للتعاون وكذلك التنصيق الجيد بشأن التكيف ومشروعاته على وجه الخصوص تلك المشروعات التي تشارك فيه لحفاظها على الاستدامة لكافة المجتمعات ولسيما المجتمعات المحلية كيف ترى ذلك؟ كيف يمكن تحقيق هذا الهدف؟ الأمر الأهم هنا تفهم مدى أهمية هذا الموضوع نحن نتفهم أن هناك أزمات متعددة وهي تتعدد في موضوعاتها بما في ذلك موضوع المياه والمناخ الكارثة المناخية يمكنها ومن قدرتها أن تهدد الحضارة الإنسانية والأزمة المائية يمكنها سريعا تشتيت مجتمعات بأكملها الوقت ينفذ بسرعة نحن في مصار من الأزمات المناخية التي يمكن أن تصل بدرجة حرار الكوتب إلى أكثر من 2.5 درجة مئوية فهل ذلك هناك أهداف والتزامات نتخذها على عاطقنا خلال الأعوام الخمسة الماضية لا بد كان من تنفيذها لا يمكن تنفيذها حاليا كما هو واجب وذلك بدون الحصول على التمويل الجيد والحد من غازات الاحتباس الحراري وكذلك نوعية التعاون هناك بعض الأمور مفقودة نحن لا نعمل على تكامل القضايا والحلول والمشكلات إلى المستوى الذي نرغبه كما ذكرنا هناك الإجراءات من العديد التي تتخذ كيف يمكن تحقيق التعاون ما بين المشاركين وإجراءات وخطة عمل المناخ نحن نعلم أن 80% من أزمة المناخ التي نشهدها بسبب المياه ولكن ليس لدينا أي سياسة شاملة متكاملة بشأن المياه وليس لدينا قواعد بيانات متكاملة وليس لدينا معلومات بشأن أنظمة المياه متكاملة إذا كانت لدينا هذه الأدوات جميعها يمكن تحقيق التنفيذ بشكل أكثر سعادة السفير ما هي الآليات من وجهة نظرك التي تشجع على تحفيز الحفاظ على مصادر المياه وكذلك الابتكار في هذا المجال مع القطاع الخاص عندما تبدأ أنا هنا أتحدث عن المجتمع المدني الكبير العالمي نحن في حالة خطيرة لا بد من إدارة الموارد العامة لأن الأمر يتعلق بنا جميعا عندما نتحدث عن المناخ نريد إدارة كافة الموارد المائية هذا يمكن تحقيقه بالتركيز الهائل على الجهود المشتركة وكذلك الجهود الفكرية والمالية والسياسية أنها ليست احتكار حكرا على الحكومة لأن الحكومات وحدها لا يمكن تنفيذ كافة الإجراءات نريد الفاعلين من المجتمعات الفاعلية للمشاركة نحن نحتاج دور المجتمع العلمي بجانب الأعمال المجتمعية لا يمكن تحقيق كل شيء من طرف واحد بالطبع التنصيق هنا هو العامل الحيوي وهو لذلك السبب نحن هنا في شرم الشيخ ما هي آليات التعاون الدولي التي يمكن تنفيذها لتعجيل تنفيذ مشروعات التكيف بشأن المياه والحد من أزماتها لابد أن نضع في الاعتبار أن هناك ثلاثة أنواع من المشكلات في مجال المياه مياه كثيرة مياه قليلة ومياه ملوثة في معظم الأوقات لابد من استناول الثلاث مشكلات في نفس العام في نفس الدولة كافة المشكلات الثلاثة الرئيسية تهدد المجتمعات بسرعة ولا بد أن نفكر على سبيل المثال في باكستان هناك عددا من المشكلات وخلال أسبوع واحد عانت الدولة من مشكلات هائلة وهناك إصابات أو خسائر في جمال الناتج المحلي بنسبة 25% تأثيرا سلبين كيف يمكن التناول هذه المشكلات؟ أولا على المستوى الدولي كما ذكرت نحن نحتاج إلى تكامل سياسات وتكامل السياسات المائية العالمية لابد من التعامل الزكي مع الموارد المائية لابد من أن نضمن أن البنية التحتية سوف تدعم المناخ والبنية التحتية الزكية للمياه وهذا يؤتي هنا دور العلم الذي يضمن لنا أن كافة الإجراءات والسياسات والاستثمارات يمكن فحصها أولا بأول وأن تقييمها حسنا بشأن العوائق الأساسية التي تعيق الاستثمارات الخاصة والعامة ولتحسين مبدأ الصمود والمقاومة في مجال الأمن المائي ماذا تعتقد في ذلك الخصوص؟ نحن نفتقر إلى كثير من الموارد على سبيل المثال سنويا في العالم نحن نحتاج حوالي 600 إلى 800 مليار دولار إضافية لتحسين بنية التحتية المائية فقط لتحسين البنية التحتية المائية لا أذكر هنا الوظيفة أو التشغيل أو الاحتياجات فقط لتحسين البنية التحتية المائية اليوم نحن نستثمر حوالي 200 مليار دولار تقريبا فبالتالي هناك فجوة أكثر من 400 مليار دولار الحكومات لن تتمكن من تقديم هذا الفارق في التمويل نحن نحتاج إلى المجتمع الدولي ومؤسسات الاستثمار الدولية ومساهمات المجتمع القطاع الخاص أن القطاع الخاص لابد أن يضمن أن هذا المجال جذابا له لمزيد من الاستثمار ويمكن تحقيق أهدافه الخاصة به يمكن أن يعود له بالنفع والعائد المعقول في ظروف السوق العالمي وكذلك الأمر للمجتمع الخاص والعام والحكومة للاستجابة على الأزمات كيف ترى هذه أعمال التنصيق؟ أعمال التنصيق هذه بالطبع لا يمكن منع كافة الأزمات في وقت واحد لسوء الحظ لا يمكن منع الفيضانات أو الأعاصير الرئيسية لابد أن نكون مستعدين لها ونستعد للفيضانات والجفاف القادم لابد أن نستعد لذلك في كل دولة وكذلك على الساحة الدولية لابد أن يكون لدينا قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة وإدارة لقاعدة البيانات وكذلك نظام لإدارة معلومات البنية المعلوماتية فقط بهذا الإسلوب يمكن أن نضمن أن لدينا المعلومات الملائمة في الوقت المناسب بشأن المخاطر والكوارث وإتاحة المياه إذا كنت مزارعاً وأريد أن أضمن كم حجم المياه التي أحتاجها على مدار خمسة أو عشرة أعوام من الآن الآن لا نعرف ولكن لدينا القدرات العلمية لتحديد هذه المعلومات براء على قاعدة البيانات والمراكز المعلومات التي يمكن أن تخبرنا كم حجم المياه التي نحتاجها ما هي الإجراءات التي تدعمها في نظام الإنذار المبكر لإتاحة المساهمين العالميين والوطنيين للمشاركة في الحد من مخاطر التغير المناخي هناك عدداً من المعشروعات على مدار خمسة أعوام نريد بناء نظام عالمي من أنظمة الإنذار المبكر ضد الكوارث ونظام معلومات عالمي هذا يعني يمكن أن نعطي معلومات وبيانات في وقت مبكر يكفي للحماية للحفاظ على كثير من الأرواح والممتلكات ولكن لا نتوقف عند هذه النظام لابد أن ننظر إلى خمسة أو عشرة أعوام إلى الأمام ليس فقط المعلومات بالشأن الكوارث المناخية القادمة ولكن على سبيل المثال الفيضانات أو الإعاصير أو التي تهدد الحياة حول العالم لابد أن نضمن الخطط الاقتصادية بناء على قواعد البيانات ومعلومات المياه والتغيرات المناخية طبقاً لرؤية المستقبل في المرحلة الأولى كما ذكرت هناك حاجة إلى نظام عالمي للإنذار المبكر والخطوة التالية فوراً استخدام نفس البيانات ولضمان أننا نتفهم ما طبيعة الإمكانات المائية التي يمكن أن نحصل عليها من خلال قاعدة البيانات هذا لخمسة أو عشرة أعوام في المستقبل كيف يمكن تمويل المناخ عندما نتحدث عن مؤسسات المالية كيف يمكن تمويل المناخ أن يسر تحقيق كافة الأغراض وأهداف المجتمعات المحلية بما في ذلك الشباب والصغار والأطفال الجزء الأول من إجابتي ليس على المستوى المالي ما نحتاجه وما نفتقر إليه هو الثقة قدمنا وعوداً والتجامات لابد أن تقدم وقد وعدت الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار إلى الدول النامية ولكن لم يتم الوفاء بهذا الوعد حتى الآن ولكن لابد من الوفاء وبذلك من عشرة أعوام سابقة لابد أن يكون هناك تفاهم أكبر وتنسيق أكبر والثقة متبادلة بين الدول حيث يمكن الاعتماد على بعضنا البعض على المدى البعيد نحن نحتاج كثير من التمويل والاستثمارات والرأس المال إذا فكرنا بشأن كيف تناول هذه الخسائر والأضرار التي بسبب التغير المناخ سوف نتحدث عن تريليونات من الدولارات فبالتالي لا بد من تعزيز الثقة السياسية ولا بد أن تكون هناك آليات من فحص من يفعل ماذا وأين ومتى وكيف يمكن استثمار هذا التمويل هذا يعني بناء بنية تحتية قوية من الثقة لا يمكن تكون الثقة بدون وجود التمويل فبالتالي هذا هو الغرض من عقد هذه القمة لبناء الثقة عندما نتحدث عن دور القطاع الخاص من المهم كيف يمكن ضمان تنوع الموارد المالية وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في موضوع التكيف للمجتمعات المحلية ما هي الأمثلة الجيدة للآليات المبتكرة للتمويل في هذا المنحة القطاع الخاص سوف يستسمر أمواله في التكيف أو الحد أو التخفيف أو الحد من المخاطر إن كانت هناك الآليات التشريعية التي تشجع القطاع الخاص لإستثمار الأموال في هذه المشروعات فيأتي في المقام الثاني يمكن مزج عددا من مجالات مثل المياه والطاقة أو المياه والزراعة والمدن على سبيل المثال فالاستثمار المائي يمكن أن يعود بالنفع والعوائد على القطاع الخاص فإذا كان هناك ضمان للقطاع الخاص في نهاية اليوم أن استثماره سوف يعود له بالعوائد الجيدة سوف يكون حافزا له ويضمن العمل المستمر طبقا لكافة اللوائح سعادة السفير تشابا رئيس الجمعية العامة لأمم المتحدة شكرا جزيلا لوقتك وكان من دواعي فقرنا وسعادتنا أن نلتقي بك على القناة الأولى للتلفزيون المصري شكرا لإستضافتي ومشاهدين ما زلنا ما حضرتكم في متابعة حية لكل الفعاليات الخاصة بمؤتمر تغير المناخ كوبتون تي سيفن والذي يحظى وكما تتابعون بمشاركة دولية واسعة النطاق